الله معكم بإنجيل اليوم عم نشوف يسوع وتلميزه قطعوا عبات مرتا ومريم هالبات اللي كان يرتاح فيه يسوع وبيعرف أهله منيح هالبات اللي بعدين لحيصير فيه معجزة كبيرة مرتا ومريم بعد ما يموت خيون بعد أربعة أيام لحيجر يسوع ويقيمهم بين الأموات هالإنجيل بعلمنا كتير وإيام كتير منيخده لمحل واحد تنشوف شو الأهم الصلاة ولا الخدمة جلوس عند أقدام الرب ولا خدمة الرب بالفؤرة بمحل هن شغلتين ما بينفصلوا ما فينا نحب يسوع ونسمع لكلمته ونكون تلميزه وما نخدم الفقير ما نخدم الضعيف لأن هو الخدم الأول اللي بعلمنا كيف نخدم بتجرد وبعطاء كامل بس بذات الوقت ما فينا ننطلق للخدمة بلا ما نكون قعدنا عند أقدامه تنتعلم منه كيف نخدم متل ما هو خدم وكيف نحب متل ما هو حب لأن هيدا بيعمل كل الفرق لأن إذا بنا ننطلق من ذاتنا من قانونيتنا ومن أمور اجتماعية اللي حنكون عم ننقل ذاتنا ولحنكون عم نعمل ترافاي سوسيال عمل اجتماعي بينتهي بينتهي بدون سمار بينما وقتا ننطلق من روح الله يلي فيه رايحين تنمجد الله تنلتقى بيسوع بهالآخر اللي بدنا نخدمه بتفرق كل العملية من هوم نشوف أنه يسوع ما كمان ما توقف عخدمة مرتا اللي مضيعتها توقف عأنه مرتا مبين كأنها منطلقة من ذاتها ووين بتوضح هيدا الشغلة وأتقلق أنك تهتمين بأمور كتير يعني مضيعة حيلك وتطربين يعني هالخدمة عادة الواحد بعد ما يكون قاعد تحت أقديم يسوع عبا منه عبا من روحه القدوس وانطلق للخدمة هالخدمة بتنقله فرح بينما هي هالخدمة عم تعمل لها اضطراب يعني منطلقة من أنينيتها وهون منميز نحن أعمالنا إذا عم تكون لمجد الله ومنطلقة منه ومن خلاله عم نعمل الأعمال لمجده ولا من خلال أنه شوفوني أنا شو عم بعمل ما الوقت منطلق نروح القدوس تيجعل مننا تلميز نظل جارسين عقديم الرب عم نتعلم من كلمته من إنجيله نتحد بأسراره هي اللي بتطلقنا نحو رسالة مسمرة منقل فيها يسوع ومنلتقى بيسوع وهيكي منكون عم نمجده بكل وقت أمين